دي السيشن التاني الكورس الطاقة الشمسية أو الـ Solar Energy وهنا أنا بشوف أنا هاستفاد إيه من الشمس طبعا الطاقة الشمسية بقدر أخذ منها حاجتين يا ضوء يا حرارة يبقى بقدر أستخدم الضوء إن أنا عمي المنظومات شمسية إن هي تحول الطاقة الشمسية ديت لطاقة كهربية وطبعا الحرارة كمان بقدر أستفاد بيها إن أنا أقدر برضو أعمل منظومات بتحول الطاقة الشمسية ديت لطاقة كهربية طبعا عند المنظومات اللي بتحول ضوء الشمس ديت لطاقة كهربية اسمها Voto Voltaic System طبعا الخلايا ديت بتكون مناسبة لدرجات حرارة معينة يعني بتشتغل عند درجات حرارة مش عالية قوي عشان كده قالوا عليها بتشتغل على ضوء الشمس بمعنى إن الخلية ديت ممكن تكون أو مصممة إن هو الستاندار تست كونديشن بتاعها يعني شروط الاختبار بتاعتها بتكون معمولة عند درجات حرارة درجة حرارة خمسة عشرين درجة مقوي النظام التاني اللي هو متعلق بحرارة الشمس وهو ده نظام الكونسنتريديد أنا محتاج تركيز لحرارة الشمس على بقرة معينة أو عدسة معينة وهكذا ده ليه نظم كتيرة جدا طبعا في القرصين هنتطرك لموضوع الضوء يعني منظومات الفوتو فولتيك سيستم وشكرا